في يوم من أيام شهر نوفمبر سنة 1996 مواطن شاب اسمه فاهيم جيرجس بيشتغل في واحدة من المدارس السنوية الصناعية بمحافظة المنوفية تفاجأ الشاب ده بأن جايل وجواب استدعى لمكتب رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبالفعل في المعاد المحدد راح فاهيم جيرجس على مكتب رئيس النيابة لا عارف هو رايح ليه ولا عايزينه في ايه وأول ما بدأ التحقيق لا رئيس النيابة مطلع صورة من درج مكتبه وقال له انت تعرف الشخص ده فرد عليه قال له طبعا يا فاند معرفه ده احنا الاتنين زمايل وتقريبا عشرة عمر فسألوا قال له طيب الشخص ده سبق قبل كده وسلمك أي هدايا من أي نوع فرد عليه وقال له أيها فعلا حصل ده من فترة كده كان لسه راجع من الصفر ولقيته في نفس اليوم اللي رجع فيه جاني على البيت بعد ما سلم علي راح جاي من الدين الهدية وقال لي ان الهدية دي عبارة عن ملابس حريمي لانه كان بيشتغل في شركة أو كان بيتطرب في مصنع بيشتغل في الملابس الداخلية الحريمي فانا أخدتها منه وبعد ما مشي ادتها الأختي بس هي لقت ان المقاسات غير مناسبة بالنسبة لها فرمتها في الدلاب فسألوا قال له طيب يا سيد فهيم انت ما استغربتش من حاجة أو ما لاحظتش حاجة غريبة في اللي حصل يعني أولا احنا كمجتمع بعداتنا وتقاليدنا ما تعودناش ان احنا نقبل النوعية دي من الهدايا لا بنهديها لحد ولا بنقبلها من حد فمش غريبة انه يدي لك هدية زي دي الحاجة التانية انت بنفسك لسه قايل ان انتوا عارفين بعض كويس وانكوا تقريبا عشرة عمر يعني بالتأكيد يعرف اختك طيب مش حاجة غريبة انه لما يهديك هدية زي دي عشان تدهالها يقوم اختار مقاسات يبقى عارف وواصل كويس جدا ان المقاسات دي مش هتتلبس وانها هتفضل مركونة عندك بدون اي استخدام الحاجة التالتة هل طبيعي ان واحد زي ده لسه يدوب راجع من الصفر ومن دولة تانية يعني حتى قبل ما ياخد نفسه من صفره يقوم ياخد بعضه ويروح يزور واحد صاحبه وهدي هدية من النوعية دي لان الطبيعي والمعتاد ان اللي بيبقى لسه راجع من الصفر بياخد له على الاقل اربع او خمس ايام يرتاح فيهم وبعد كده يبدأ يعمل اللي هو عايزه فرد عليه وقال له والله يا فندم حضرتك عندك حق في كل كلمة قلتها بس انا برضو لحد الوقت مش فاهم انا هنا ليه فرد عليه وقال له والله يا سيد فاهم لحد اللحظة دي كل اللي اقدر اقولهلك ان زميلك وعشرة عمرك لراعة الزمالة اللي بينكم ولا حتى عشرة العمر واضح جدا انه كان عاوز يشركك معاه في مصايب ربنا وحده اللي اعلم بمداها على العموم لسه هنشوف وفعلا وبعد ما انتهى التحقيق طلب منه انه يحضر تاني يوم وتكون معاه اخته واللي كانت وقتها لسه طالبة في جامعة المنوفية وانه لازم يكون معاها الهدايا اللي سبق وتقدمت لها وبالفعل تاني يوم النيابة العامة استلامت الحاجة اللي كانت معاهم وبعد كده تم عرضها على لجنة خبراء هيئة الامن القومي والحاجة دي كانت عبارة عن ثلاث قطع من الباضي النساء الداخلي ده بالاضافة لست قطع من الملابس الداخلية النسائية الوان ابيض وبيج واسود وبعد الفحص اكتشفوا المفاجأة اللي كانت الاولى من نوعها في ملفات الامن القوم المصري وتم الكشف عن واحدة من اخطر شبكات التجسس الاقتصادي في تاريخ مصر الحديث الشبكة اللي كان هدفها المحدد تدمير البنية الاقتصادية والصناعية بمدينة العاشر من رمضان ونبتدي منين الحكاية نبتديها من احدى القرى المصرية بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية وتحديدا يوم 26 يونيو سنة 1972 بيتولد الجسوس عماد عبد الحميد احمد اسماعيل اتولد عماد عبد الحميد في اسرة بسيطة جدا ماديا ومعيشيا وتدرك في التعليم لحد ما حصل على دبلوم المدارس السنوية الصناعية سنة 1989 خلص الدبلوم بتاعه ورح جاي واخد ورقه ومقدمه في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية وبالفعل كمل عماد عبد الحميد دراسته لحد ما حصل على باكالريوس الاقتصاد المنزلي تخصص نسيج وملابس سنة 1993 وفعلا كمل عماد عبد الحميد دراسته لحد ما حصل على باكالريوس الاقتصاد المنزلي تخصص نسيجه ملابس سنة 1993 وبعد ما خلص دراسته نزل سوق العمل وبقى من المصنع ده شوية للمصنع ده شويتين لحد ما جاله جواب التعين في وزارة التربية والتعليم اتعين بوظيفة مدرس في واحدة من المدارس السنوية الصناعية بمحافظة اسكندرية عاوز حضرتك بقى تقفلي هنا هنقف لحد ما تعين في وزارة التربية والتعليم اركز معايا بقى عشان هنرك نعمات خالص دلوقتي وهحكي لك الصدفة وقصة صفر الاسرائيل اصلا تمت ازاي شوف يا سيدي دفع 93 اقتصاد منزلي اللي هما ملابس ونسيج اللي كانوا في جامعة المنوفية كلهم كانوا عبارة عن سبع افراد فكانوا السبعة عارفين بعضهم كويس جدا جدا فكان من ضمن السبعة دول واحد من زماي العماد شاب محترم اسمه احمد عبدالقادر عبدالعزيز النازر الشاب المحترم ده وبعد ما اتخرج هو كمان اتعين في وزارة التربية والتعليم في مدرسة اسمها مدرسة شنوان او شنوان الصناعية حلو حلو احمد عبدالقادر واعماد وغيرهم كتير من الشباب اللي كانوا موجودين في التوقيت ده كانوا مقتنعين ان وظيف الحكومة او وظيف التربية والتعليم بشكل عام مش جايبة همها يعني الرواتب يدوب مما الشيح حالها وعشان كده كانوا دايما وباستمرار بيفكروا انهم يشتغلوا في مصانع القطاع الخاص ففي يوم من الايام الاخ اللي هو اسمه احمد عبدالقادر وهو بيرقى الجورنان بص لقى فيه اعلان مكتوب ان فيه شركة اسمها الشركة السويسرية للملابس طالبين تعينات او طالبين وظيف وكانوا شرطين في الاعلان ان المتقدمين للوظيفة دي لازم يكونوا من خريجي كلية الاقتصاد المنزلي قسم ملابس ونسيء المهم ان عمك احمد راح جاي واخد بعضه وقدم ورقه هناك في مقر الشركة وعمل المقابلة وتقابل فالمجموعة اللي اتقابل وقتها جي واحد من ادارة الشركة يقعد معاهم عشان يفاهمهم طبيعة شغلهم الفترة اللي جاية فقال لهم ان الشركة بتاعتهم تعاقدت خلال الفترة دي مع شريك اسرائيلي وانهم نويين الفترة اللي جاية يعملوا خط انتاج جديد وكل المكان اللي هيبقى موجود في الخط ده هيجيبوه من اسرائيل وقال لهم ان انتوا بقى اللي هتسافروا على اسرائيل عشان يتم تجربكم هناك على المكان الجديد لحد كده كويس كويس كل اللي كانوا قاعدين وقتها وافقوا على الموضوع معادة واحد الواحد ده كان اسمه احمد محمد ابو العيلة غانم اول ما سمع منهم كلمة السفر لاسرائيل قال لهم اسف انا مش معاكم ادارة الشركة وقتها قالوا خلاص شوفوا لنا واحد غيره فبالصدفة وبدون اي ترتيب الاخ اللي هو اسمه احمد عبد القادر قابل صديقه اللي هو عماد عبد الحميد وبدوا ان هما الاتنين يتكلموا مع بعض في قصة الكلام بقى جات سيرة موضوع السفر لاسرائيل فقال له ان في واحد من اللي كانوا متقدمين للوظيفة اعترض ومش هيسافر معاه وعرض عليه ان هو يجيب ورقه ويروح لمقر الشركة ويقدم على الوظيفة هناك عماد عبد الحميد وقتها ما كدبش خبر راح جاي واخد ورقه وطالع على مقر الشركة وقدم هناك وفعلا اتوافق عليه وتم ادراج اسمه ضمن الحداشر عامل اللي هيسافروا على اسرائيل في الوقت ده بقى مين اللي عرف ان عماد هيسافر هناك اخي ليه اسمه جلال عبد الحميد اسماعيل واحقاقا للحق اخوه حاول معاه وضغط عليه بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها ولكن عماد كان ودن من طين ودن من عجين وصمم على رأيه وبالفعل يوم 24 فبراير سنة 1996 سافر عماد عبد الحميد مع زميله على فلسطين المحتلة الحداشر عامل واول ما وصلوا هناك كان في استقبالهم مندوب شركة تفرون الاسرائيلية للملابس الداخلية مين بقى المندوب اللي كان في استقبالهم واحد اسمه وفا متعب عزام وبعد دقايق حضرتك هتعرف مين وفا متعب عزام خد بالك كويس بقى من النقطة اللي جاية دي الحداشر عامل لما سافروا من هنا وراحوا على هناك المفترض انهم كلهم رايحين يتدربوا في مصنع واحد لكن المفاجأة اللي حصلت انهم بمجرد وصلهم هناك تم تأسيمهم لتلات مجموعات وتوزهوا على تلات مصانع مصنع اسمه سيجف والتاني اسمه كفر مندل والتالت اسمه الجشن عماد عبد الحميد بقى كان ضمن مجموعة الصيانة وتوزه على مصنع اسمه مصنع سيجف او سيجاف جوه المصنع ده بقى عماد عبد الحميد اتدرب على ايد تلاتة ميكانيكية او تلاتة خصائيين صيانة واحد اسمه يوسف ساسان والتاني شكر الله والتالت عزام متعب عزام والشهير باسم عزام عزام واللي لسه يقول لك حالا اسم اخوه المندوب اللي استقبلهم في المطار واللي اسمه وفا متعب عزام يعني عزام واخوه اللي اتنين كانوا في مصنع واحد طيب يطلع مين بقى عزام عزام اتولد عزام في شهر سبتمبر سنة 1962 في قرية اسمه قرية المغار بالجليل الاسفل عزامه من طفولته وهو كان طالب فاشل في التعليم خد الاعدادية واول ما دخل المدرسة الصناعية رح جاي سايب التعليم خالص واشتغل ميكانيكي سيارات فضل شغال ميكانيكي لحد ما التحك بالتجنيد الاجباري بالجيش الاسرائيلي سنة 1979 وفضل فيه لحد ما قضى مدة تجنيده كاملة اللي هي تلت سنين وخرج سنة 1982 اول ما خلص تجنيده وطلع من الجيش رح جاي ابوه مدينه ارشين وقال له افتح لك مشروع واشتغل فجاء عزام خد الارشين وفتح محل جزارة يدوب سنة والتانية والشغلانة ما جابتش همها فلس افل في الوقت ده بقى كان تزوج من فتاة اسرائيلية اسمها امل وانجب منها طفلين ولد اسمه زياد وبنت اسمها اناس المهم ان عزام في الوقت ده كان شقيقه اللي هو اسمه وفا كان بيشتغل مهندس نسيج بشركة تفرن للملابس الداخلية فوفا قال له بقولك ايه مدام ما لاكشف موضوع التجارة كمل تعليمك واخد الدبلوم بتاعك وتعالى وانا هشغلك في المصنع اللي انا بشتغل فيه وفعلا كمل عزام دراسته وبعد ما حصل على دبلوم المدارس الصناعية اتعين مع اخوه في شركة تفرن للملابس الداخلية سنة 1987 وتعين بوظيفة ميكانيكي صيانة دي باختصار كده قصة عزام لحد ما تعين في مصنع الملابس لكن التحق بالمساد ازاي او شغلوه في المساد ازاي مفيش اي معلومة عن الموضوع دا تماما لكن المعلومة المؤكدة واللي وردت على لسانه هو شخصيا ان موضوع سجنه دا ما كانش المرة الاولى اللي يتسجن فيها في مصر سبق وتم سجنه قبل كده ولكن في سويسرا لكن السبب ايه غير معلوم تماما لكن الخلاصة ان عزام من اسرة وعيلة عسكريين في الجيش والشرطة الاسرائيلية ليه اخ سبق قبل كده وقتل في حرب اردنية اسرائيلية سنة 1969 واولاد اعمامه واعمامه بالشرطة والجيش الاسرائيلي وحاليا ابنه الاكبر وبنته اللي تحت منه لاتنين واحد زابط في الجيش الاسرائيلي والتانية في الشرطة الاسرائيلية نرجع بقى مرجوعنا لعماد عبد الحميد والمجموعة اللي كانوا معاه قلت لحضرتك ان المجموعة اول ما وصلوا هناك تعمدوا انه يتم تقسيمهم لتلات مجموعات على تلات مصانع ليه؟ وده طبعا عشان يسهل الاستفراد بيهم لان الحضاشر عامل بالكامل كانوا كلهم مستهدفين من المساد الاسرائيلي طبعا السؤال البديهي واللي هيتبادر لزهن حضرتك دلوقتي حالا هتسألوا وتقول لي طيب هم يحتاجوا عمال في مصنع ملابس في العاشر من رمضان ليه؟ يعني هيجندوا عامل في مصنع ملابس هيفدهم بايه اصلا شوف يا سيدي خلال الفترة دي اللي هي فترة التسعنات كانت مدينة العاشر من رمضان لسه مدينة حديثة وناشئة وكان منظور اليها مستقبلا على انها مدينة صناعية صاعدة بسرعة الصاروخ فكان شغلهم الشاغل انهم يعرفوا كل كبيرة وصغيرة بتحصل داخل العاشر من رمضان يعني عدد المصانع عدد العمالة اللي في المصانع متوسط رواتبهم، الانتاج اللي بينتجوه، المدن السكنية اللي بيتم بنائها حديثا هناك ازاي ممكن يسيطروا على كل مفاصل الاقتصاد داخل العاشر من رمضان ازاي يقدروا يزرعوا جواسسهم وعيونهم داخل كل شبر وكل ركن داخل المدينة الصناعية وعشان كده وزي ما قلت لحضرتك ان الحداشر عامل دول بالذات كانوا صيد مستهدف بنسبة 100% فكانت الاوامر انه يتم جس نبض الحداشر عامل يعني بالبلد كده يتشاف مين فيهم اللي ممكن ييجي منه ويتعاون معاهم فمن بداية محطوا رجلهم هناك بدأوا البنات او المندوبات التابعات للمسادر انهم يلفوا حوالين العمال المصريين وصلت لدرجة ان الجسوس القواد عزام عزام اخذ معاه بنات روسيات لحد الفندق عشان يعرضهم على العمال المصريين هناك المهم ان عشرة من العمال ولا محاولة نجحت معاهم صدوا كل المحاولات ورفضوا اي علاقات خاطئة تماما الوحيد اللي تجاوب معاهم كان عماد عبد الحميد اسماعيل هو الوحيد اللي من ساعة محط رجله هناك وهو عينه على كل بنت في المصنع وعشان كده كان الشغل والتركيز عليه هو تحديدا وبقى كل يوم والتاني يزوق عليه واحدة من بناتهم او مندوباتهم اللي شغالين جوه المصنع وده طبعا عشان يجسوا نبضه ويشوفوا طريق تجنيده ممكن تتم ازاي وكانت النتيجة بالنسبة لهم ان عماد عبد الحميد عاشق لحاجتين المال والنساء الاكتر من كده كمان انه صرح علنية قدام الجميع معاوز يتجوز من اسرائيلية ولكن بشرط انها تعيش معاه في مصر عماده لما ظهر قدامهم بالشكل ده وتحطت عليه العين بدأوا انهم ينفذوا عليه المخطط بتاعهم اللي هو ايه اول حاجة انهم يسحبوا من المجموعة وبعد كده يشغلوا وشتتوا عن زميله قدر الامكان الحاجة التانية انهم يزرعوا له الحاجة اللي تساعدوا على انه يبقى مشتت عن كل زميله الحاجة التالتة بقى والاهم انهم يكسروا عنيه عشان لما يتم تجنيده ما يقدرش يفتح بقى وبالفعل نفذوا عليه المخطط زي ما هم عايزين وبالحرف الواحد وكانوا تقريبا مش سايبينه ولو لدقيقة واحدة وساعتها اللي استلموه عشان ينفذوا عليه المخطط ده كانوا اتنين عزام عزام ومعاه بنت تانية اسمها شازية احمد اسماعيل شركس وبقوا كل يوم وليل ونهار موجودين معاه كل اللي ممكن تتخيله كانوا مساهلين ومهيدين قدامه واخد بالك ان الحد اللحظة دي ما كانش لسه فيه ولا غلطة من اياها ارتكبها عماد عبد الحميد المهم انهم استمروا معاه على الوتيرة دي لحد ما حسوا انه تمام واستوعى الاخر ساعتها بقى قرروا انهم ينقلوا للمرحلة اللي بعد كده وهي انهم يكسروا عنيه في يوم من الايام وعماد عبد الحميد موجود في فندق لقى فيه اتصال تليفوني جاي له من شازية وقالت له انها هتعد عليه عشان ينزلوا مع بعض وفعلا وفي المعاد المحدد لقى شازية جاية ومعاها عزام وكان معاهم واحدة تانية خالص اول مرة بيشوفها وكان اسمها زهرة يوسف جريس المهم انهم خرجوا مع بعض وطول الطريق وعزام ماسك ودان عماد عمال ياكل فيها ما سبهاش قال له انت مش كل شوية مصدع لدماغي وعمال تقول عايز تتجوز اسرائيلية وتكون غنية وكمان تعيش معاك في مصر شكلك كده امك دعيالك عارف ظهرة اللي قدامك دي على قلبها فلوس قد كده وكمان مش متجوزة ونفسها انها تعيش في مصر اتجادعا بقى معاها كده ورين شطرتك عماد عبد الحميد سمع منه الكلمتين من هنا واتكافى على وشه وبقوا طول ما هم خرجين مع بعض عمال يلف ويحوم حواليها انما هي ولا سألة فيه عاملة نفسها لا شايفاه ولا سمعاه فاعماده من كتر صدها لي واخر مزهق لما نفسه وحط لسانه في بقه وسكن فضل على كده لحد ما روح الفندق يا دوب وصل الفندق وبعد ساعتين فقط بص لقى ظهرة اللي كانت لسه بتصده من شوية هي نفسها اللي بتتصل عليه وبتطلب كمان الخروج معاه وفعلا واول ما تقابله بدأت انها تعتذر له وقالت له انها اضطرت تصده لانها كانت محرجة جدا بسبب وجود عزام وبسبب شازية وشوية شوية بدأ الكلام بينهم ياخد منحة تاني تماما بدأت تفهمه بقى انها غنية جدا وانها بتتمنى تتجوز مصري ونفسها انها تعيش في مصر وان لها عام موجود في امريكا ومستعدة انها تساعده عشان يهاجر ويشتغل هناك ورسمت عليه دور الحب من اول نظرة بمنتهى الاحترافية وطبعا عماد ما كانش محتاج منها اي مجهود من اول ما شافها وهو ما كفي على وشه فجأة وهم سرحانين في الكلام بص لقاها ادخلت بيهم لحد مكان في منطقة شاطئية جنب البحر وهناك رحت جاية موقفة العربية وكملوا كلامهم ويا دوب دقايق لقى فيه سيارة ميكروباص بستير سودا جت ورحت جاية وقفة على مسافة قريبة جدا من العربية بتاعتهم ويا دوب ثواني بص لقى باب الميكروباص بيتفتح ونزل شاب وفتاة منه وبدأوا انهم يمارسوا فعل مش تمام كده على الارض جنب الميكروباص في نفس الوقت اللي بيحصل فيه الكلام ده بدأت ظاهرة انها تغير وتريدها في الكلام تغيرها بطريقة ما لحد ما فعلا وقعت عماد في الغلط طبعا عماد كان كل تركيزه في اللحظة دي منصب على ظاهرة اللي معاه في العربية وعلى اتنين اللي موجودين على الارض وما انتبهش تماما او بمعنى اصح صوري في تركيزه عن اللي كان بيحصل وراء الستائر السودة وهي الكاميرات اللي كانت بتصوره وهو في الفعل المشين وتكرر الموضوع مرة وراء تانية وفي كل مرة كان بيتصور في كل الاشكال وهي بقى استمرت معاه على نفس الوتيرة فضلت مفاهماة انها بتحبه ومتيامة فيه وعندها استعداد انها تسفر له لحد مصر وترتبط به هناك طبعا كل الاحداث اللي بتحصل دي والوقت عمالي عدي وبيتسرق منهم وخاصة ان المدة المحددة للعمال اللي تدربهم هناك كانت مدتها شهر واحد فقط لغير وعشان كده وللسبب ده اخدوا القرار انهم ما يتسرعوش في تجنيده وانهم يسيبوه لحد ما يرجع مصر ويجندوه هناك وكده كده هم متطمنين صور وفيديوهات وتسجيلات يعني كسرين عينيه من كل الجوانب ولكن الحاجة اللي صمموا ينفزوها قبل ما اعماد يرجع على مصر هي انهم يشيلوه الاداة اللي هيستخدمها في اعمال التجسس بعد كده وهي الحبر السري اعماد عبد الحميد وزميله الطبيعي جدا انهم اول ما يرجعوا من التدريب لازم هيبقى فيه سين ويجيم ويتم تفتشهم تفتش محترم يبقى الحبر السري لازم يدخل بطريقة مستحيل يشك فيها الامن المصري فقال لك ايه بقى؟ قال لك الناس دي في الاساس شغالين في مصنع ملابس داخلية موجود في مصر وجايين عندنا هنا بيتدربوا برضو في مصنع ملابس داخلية اذا لو عماد وهو راجع على مصر ومع عينات من المصانع اللي كان بيتدرب فيها فده شيء طبيعي جدا ومستحيل اي حد يشك فيه وعشان كده كلفه عزام عزام انه هو اللي يماهد للموضوع ده مع عماد عبد الحميد فبدأ عزام من وقت للتاني يوهم عماد انه هيديله عينات من الشغل اللي بيعملوه هناك عندهم في مصنعهم وان الشغل ده مفيش ولا مصنع في مصر بيعمل زيه وان العينات دي لو تعمل زيها في مصر هتاكل السوق أكل ووعد عماد انه قبل ما يرجع على مصر هيديله جزء من العينات دي عشان تبقى بتاعته هو وفضل بقى شغال في الواهم والزن على دماغ عماد لحد ما فعلا خلاه هو بنفسه اللي بدأ يطلب منه ويلح عليه يديله العينات وفعلا والحد قبل الصفر مباشرة راح جاي عزام واخد عماد عبد الحميد معاه وراحوا على مصنع اسمه مصنع عين الأسد وده كان مصنع للملابس الداخلية وهناك قبلتهم المشرفة على المصنع واسمها المهندسة تمام سعدون المهم ان عزام واللي اسمها تمام دي غابوا عن عينين عماد حوالي ربع ساعة بعدها لقاهم جايين هم اللي اتنين وعزام راح جاي مسلموا كيس وفهموا ان فيه مجموعة من العينات اللي وعدوا بيها كان مجموعة عبارة عن بضيهات داخلية نسائية ومجموعة من الملابس الداخلية النسائية وقال لعماد واكد عليه اكتر من المرة تأكيد شديد جدا جدا قال له تحافظ على العينات دي زي عنيك وإياك انك تدي اي حد منها اي حاجة لان العينات دي انا مش هعرف اجيبلك زيها مرة تانية المهم ان في الوقت ده كانت خلاص مدة التدريب خلصت ورجع عماد مرة تانية مع زميله على مصر يوم 21 مارس سنة 1996 واول ما رجعوا استلموا شغلهم في الشركة السوسرية للملابس بالعشر من ربضان عماد ومن لحظة محط رجله في مصر وهو ما بيفكرش في اي حاجة غير في الوعد اللي كان ما بينه وما بين زهرة وهو وعد الزواد وانها هتساعده وتصفره على امريكا وبسبب الامل والوعد ده تحديدا لا بقى طايق يروح الشركة ولا عاوز يشتغل هناك من الاساس فبقى يتلككلهم ويتلككله لحد ما راح جاي سيب لهم الشركة خالص وما بقاش ليه اي علاقة بالشركة السوسرية تماما وبعد ما ساب الشغل اول حاجة عملها انه جاب رقم تليفون زهرة وراح جاي متصل عليها وقال لها انا سبت الشغل ومش رايح المصنع مرة تانية انجزلنا بقى في موضوع عامك ده وشوفينا موضوع الجواز ده هنعمل في ايه زهرة سمعت الكلمتين وكانت هتتشل لانهم طبعا كانوا عاملين حسابهم انه هيتم تجنيده في المصنع او الشركة دي تحديدا واحدة من اكبر شركات ومصانع المنسوجات في العاشر من رمضان اللي لم تكن في مصر كلها واللي زاد وغطى كمان انه حصل خلاف ما بين الشريك المصري اللي هو الشركة السوسرية وما بين الشريك الاسرائيلي وبالتالي الموضوع كان هيسبب جنان عندهم لان بكده خلاص هم فقدوا رجليهم او فقدوا عنيهم اللي كانوا هيزرعوها جوه الشركة او المصنع ده تحديدا لان لا الشراكة مع صاحب الشركة فضلت مستمرة ولا حتى عنيهم اللي هيزرعوها فضل مكمل وشغال في المصنع وعشان كده زهرة يوسف خدت الاوامر بانها لازم تسافر له على مصر وتنجز موضوع تجنيده هناك وتجبره على انه لازم يرجع الشركة او المصنع مرة تانية فجات في يوم من الايام اتصلت على عماد عبد الحميد وبلغته انها جاية على مصر عشان تنفذ الوعد او الاتفاق اللي بينهم وقالت له انها جاية عشان عايزة تتعرف على اهله وكمان عشان يتكلموا في موضوع زواجهم وبلغته في وسط الكلام انها مش جاية لوحدها جاية ومعها مجموعة من اصدقائها عشان عايزين يتفسحوا في مصر عماد عبد الحميد لما عارف ان زهرة جاية على مصر خاف وقلق من جواه وعشان كده حب انه يبقى في السليم قام جاي واخد بعضه وطالع على مكتب شرطة السياحة قابل هناك عقيد كان اسمه العقيد اشرف حجاج بلغه وقال له ان في مجموعة من اصدقائه جايين من اسرائيل عشان يزوروا مصر والمفروض انه هيبقى في استقبالهم فرد عليه الزابط اللي هو العقيد اشرف حجاج وقال له على العموم يا ابن الحلال انا عايزك تحط عينك في وسط راسك اي تصرفات غريبة اي تحركات مريبة على طول تيجي تبلغني او انك تبلغ اقرب شرطة لي اتفقنا يا عماد قال له اتفقنا وعاوز حضرتك تركز كويس جدا في الرسائل اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيبعته له لكن هو اللي ما كانش مركز فيها وفعلا ويدوب عدى يومين ووصلوا على مصر وصلت زهرة يوسف جريس ومعاها شازية احمد اسماعيل شركس ومعاهم واحدة تالتة اسمها مونة احمد شوهنة جايين بقى هم التلاتة اللي مسلطين عليه عشان ينهوا موضوع تجنيده داخل مصر المهم انهم وصلوا على القاهرة يوم 19 ابريل سنة 1996 ونزلوا على فندق هناك اسمه فندق كونتيننتل القاهرة شوف بقى اللي حصل وقتها التلاتة اللي وصلوا سابوا عماد وطلعوا لغرف بتاعتهم عشان يغيروا ملابسهم عماد وقف منتظرهم في صالة الفندق فواحد من ضباط الشرطة المسؤولين عن امن الفندق جاله وسأله قاله انت واقف هنا بتعمل ايه رد عماد وقاله انا واقف منتظر مجموعة من اصدقائي لما ينزلوا من غرفهم قاله طيب صحابك دول بقى جنسياتهم ايه رد عماد قاله جنسياتهم اسرائيليات ومنهم واحدة هتجوزها قريب فالظابط قاله ايه ده بجد لا ده 1000 مليون مبروك وقام جاي واخده وطالع به على امن الدولة لما وصل هناك طبعا اتعاملت التحريات اللازمة والاجراءات المتبعة في الامور اللي زي كده فالظابط قاله يا ابني يعني هي الدنيا دقت في وشك لما تروح تتجوز من هناك مبنات بلدك قدام عينيك هم من الاخر يا عماد في اي حاجة حصلت بينك وبين اي حد منهم رد عليه وقال له لا طيب يا ابني في اي تفاصيل في اي حاجة حابب تحكيها لنا رد عليه برضو وقال له لا فرد عليه وقال له باللي انت قلته كده يبقى انت زي الفل تاخد بعضك بقى من عندي من هنا وتطلع على بلدك مباشرة لو شفتك مرة تانية في الفندق او عرفت انك قابلت اي حد فيهم تاني مش هخليك تشوف الشمس مرة تانية في حياتك فاهم يا عماد قال له فاهم يا فندق وفعلا وبعد ما خرج من امن الدولة خد بعضه وطلع على بيته في المنوفية سبحان الله العظيم ربنا نجاه منهم وللمرة التانية لان ظهر حاولت تتواصل معاه او تعرف طريقه فين لكن ما فيش اي فايدة قعدت على قد ما قعدت ما شافتش وشه ولا حس ولا خبر لحد ما يأسه تماما من الموضوع ومش يوم من مصر يوم 3 مايو سنة 1996 طيب عماد يسكت بقى ويلم نفسه ويقول الحمد لله ان ربنا عدها على خير واكيد اللي حصل ده له حكمة من ربنا ابدا وعشان يبعد عن نفسه اي شبهة رح جاي واخد بعضه وطالع على بيت صاحبه اللي اسمه احمد النظر وهناك رح جاي متصل على رقم زهرة اللي كان موجود معاه وبالفعل عرف ان هو يتواصل معاه تليفونيا وبدأ يشرح لها كل التفاصيل اللي حصلت وفهمها ان اللي حصل ده مجرد اجراء روتيني بيحصل عشان طبعا الحساسيات اللي ما بين البلدين ورجع يلح عليها مرة تانية في موضوع الزواج وموضوع الصفر برا مصر فردت عليه قالت له خلاص فاقرب وقت ممكن احجز تذكرة من عندك من القاهرة وتسافر على الاردن واول ما توصل هتتصل علي وتعرفني انك وصلت وهتلاقيني جايلك لحد عندك ومؤقتا كده لحد ما نشوف موضوع الزواج وموضوع صفارنا لامريكا في واحد هناك صاحب مصنع في الاردن انا هساعدك عشان تشتغل معاه عماد لما سمع منها الكلمتين مسدق خط بعضه وطرع جري عشان يلم شنطة هدومه وسافر المكالمة اللي حصلت دي بقى مين اللي سمعها سمعها صديقه وزميله برضو اللي لسه ايه اللي حضرتك عليه اللي اسمه احمد النظر لما عرف انه هيسافر وانه بيتفق معها على موضوع الجواز قال له يا ابن بلاش موضوع السفرية دي وبلاش اصلا من الجوازة منها اقصر الشر وخليك قاعد في بلدك ورب هنا رب هناك ولكن عماد ودن من طين ودن من عجين صمم برضو على موضوع السفر لما شنطة هدومه وخط بعضه وطلع على القاهرة ومن هناك حجز تذكرته وركب الاوتوبيس البري وطلع على الحدود المصرية الاردنية لما وصل على الحدود المصرية الاردنية فالضابط المصري اللي هناك على الحدود وهو بيراجع اوراقه شاف بياناته على السيستم ان عماد سبق مسافر اسرائيل فسأل عماد وقال له هو انت سافرت اسرائيل قبل كده رض عليه وقال له ايوة فاندم انا سافرت هناك عشان كنت بتضرب تابع مجموعة في الشركة اللي انا شغل فيها قال له طيب ودلوقت انت رايح الاردن ليه قال له رايح هناك عشان هشتغل في مصنع تابعنا الصحابي قال له يعني انت رايح الاردن عشان شغل يا عماد قال له ايوة فاندم فرد عليه وقال له هالعموم انت حر بس يا عماد لو في دماغك حاجة كده ولا كده او من هناك عايز تهرب لأي مكان تاني نصيحة مني لك يا ابن الحلال اوعى تسمع كلام اي حد لو حصلت لك اي مشكلة او اتعرضت لأي موقف فاسرع وقت ممكن تبلغنا سامع يا عماد وزي ما بقول لحضرتك كل دي كانت رسائل وعلامات بتجيله ومع ذلك كان ودن من طين ودن من عجيل وفعلا وصل عماد على الاردن على منطقة اسمها البطراء يا دو بعد يومين وبص لقى ظهر يوسف ومعاها اللي اسمها مونة احمد الشوهنة جيل له على هناك وقعدت برضو تلف وتدور حواليه في موضوع الزواج وتوهمه انها جاي عشان يتم الموضوع بشكل رسمي وعشان تأكد عليه الوهم راحت جاية واخدهاه وطلع بيه على مكتب الاحوال المدنية او على مكتب توسيق الزواج لكن هي طبعا كانت عارفة ومتأكدة ان الاجراءات مش هتتم لحد ما وصل فعلا ده ضابط المساد اللي هينفز موضوع التجنيد وكان الضابط ده اسمه ماهر نمر ماهر ده بقى اللي جاب معا من الاخر وهو قاعد معا وعمالين يتكلمه في موضوع الزواج ما بينه وما بين زهرة تفاجأ بان ماهر بيمدي ايده في جيبه ويطلع ألبوم صور وسلمه لعماد وقال له عايزك تتفرج على الصور دي بقى وتقول لي رأيك فيها ايه وللأسف شاف نفسه في الصور في وضع لا اخلاقي ومخزي جدا جدا وساعتها تأكد وطيقا ان الموضوع كان مجرد فخ من البداية وتأكد وطيقا من ده تماما لما بدأ يشوف ويسمع بودانه اللهجة اللي اتغيرت من زهرة وطريقة التعامل اللي اختلفت بنسبة 100% وبدون اي لف ولا دوران عرفوه انهم من المساد الاسرائيلي وطلبوا منه كده او بالامر انه بمجرد ما يرجع على مصر لازم يشوف اي طريقة ويرجع بها المصنع مرة تانية وبدأوا يعودوا معاه وعرفوه الطريقة اللي هيجمع بها المعلومات والطريقة اللي هيكتب لهم بها المعلومات ويبعتها لهم وكانت المفاجأة والصدمة بالنسباله لما لقى زهرة بتكلمه على ان المادة الخام للحبر السري اللي هيستخدمها في المراسلات اللي ما بينهم موجودة في الملابس الداخلية اللي سبق وسلمها له عزام اثناء موضوع التدريب وبدأت كمان تعلمه ازاي تم استخلاص الحبر السري من الملابس الداخلية دي والطريقة ان كانت الملابس الداخلية دي المفروض انه بيتم وضعها او نقعها في محلول ملح معين تفضل الملابس موجودة في المحلول ده مدة زمنية معينة وبعد كده يشيلوا منها واخلال دقايق المادة اللي موجودة في الانسجة بتاعت القماش تكون اختلطت بالمحلول وتحولت مباشرة للحبر السري ودي كانت المرة الاولى اللي بيتم فيها استخدام ادوات زي دي داخل مصر وكان من ضمن التعليمات والتقارير اللي طلبوا منه انه يجاهزها في اسرع وقت ممكن كان معلومات عن عدد المصانع اللي موجودة في العاشر حجم العمالة متوسط الدخل المادي للعامل الدول اللي يحب العمال مثلا انهم يسافروا اليها وتقاضع عن التقارير دي مبالغ مالية متتالية 300 دولار 650 دولار 1000 دولار على التوالي المشكلة ان عماده بعد ما رجع بخيبة امله وتم تجنيده بالاجبار مفكرش للحظة واحدة انه يرجع نفسه او انه حتى يسمع كلمة اي حد من اللي سبقوا ونصحوه بانه لو حصل له اي موقف يروح ويبلغ الاكتر من كده كمان واللي بيدل على حالة الندالة والخباثة اللي كانت فيه انه مش بس استعمل تليفون صديقه اللي اسمه احمد الناظر وتسبب بعد كده في استدعائه وكان هيعمله مشكلة كبيرة الاكتر من كده انه لما عارف ان الملابس الداخلية اللي موجودة عنده فيها مادة الحبر السري خاف انه يحتفظ بها في بيته وعشان كده قعد يبحث عن مين من اصدقائه يقدر يوديله الملابس دي في صورة هدية بحيث انها تفضل موجودة هناك وللسبب ده اختار واحد من اصدقائه اللي هو انا قلت لحضرتك في بداية الفيديو عليه واللي كان عايش مع اخته لوحدهم فقط لا غير وكانت هي دي اخت الوحيدة واختارهم بالذات لان مقاسات الملابس دي كانت لا تصلح لها تماما وكان واصف انها مش هتستخدمها وممكن في اي لحظة يروح يسترجعها من الشخص ده بحجة انها عينات من المصنع وانه في حاجة اليها طبعا كبن وخسة وندالة مفيش بعد كده في الوقت ده وزي ما قلت لحضرتك كده من شوية كان حصل خلاف ما بين الشريك المصري اللي هو شركة السوسرية وما بين الشريك الاسرائيلي لما حصل الخلاف ده الشريك المصري القديم راح جاي ساحب نفسه وقال لهم دوروا لكم على شريك غيري ساعتها بقى بدأوا يدوروا على شريك مصري تاني لحد ما فعلا لقوا الشريك ده واحد صاحب مصانع ملابس كبيرة موجودة في شبرى الخيمة الموساد بقى وعشان يضمن ان الراجل بتاعه يبقى له وجود رسمي في مصر اللي هو عزام عزام طلبوا من مدير الشركة الاسرائيلية او الشريك الاسرائيلي واللي كان في حقيقة الامر ضابط في الموساد الاسرائيلي واسم شهرته ميكي باغوث طلبوا منه انه يدرك بند في عقد الشراكة ما بينه وما بين الشريك المصري بان مدير التشغيل ومدير الصيانة اللي اتنين يكونوا من اسرائيل وبالفعل ده اللي حصل وتنفذ الشرط كان مدير الصيانة عزام عزام ومدير التشغيل اخوه اللي هو وفا متعب عزام وبالشكل ده يبقى ضمنوا انهم يعملوا حزامهم الاستخباراتي حوالين سوق المنسوجات والملابس في مصر الشبكة دي تم رصدها او الموضوع ده تم كشفه بالكامل كان من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا انه ما خدش في الموضوع كله مجرد من خمس لست شهور زي ما قلت لحضرتك اعماد اتعرض لثلاث مواقف مع الامن الموقف الاول لما راح بنفسه لحد شرطة السياحة وقال لهم ان فيه جروب اسرائيلي جاي والمفروض انه هو في استقبالهم الموقف التاني ضابط امن الدولة اللي قابله في الفندق هناك فندق الكنتيننتل في القاهرة وبعد كده اللي خده معاه لحد مكتب امن الدولة ونصحوا انه ما يقابلش الناس دي تاني الموقف التالت مع ضابط الاتصالات اللي كان موجود هناك على الحدود المصرية الاردنية واللي نبه على اعماد انه ما يعملش اي تصرف الا بالرجوع اليه طبعا المواقف لزي كده لما بتحصل وده اللي عايز حضرتك تبقى فاهمه وعارفه كويس جدا اي ضابط بيحصل معاه الموقف ده بديهيا برعجاه كاتب تقرير باللي بيحصل ويرفعوا الرؤسائه وبعد كده بقى بيبدأوا يشوفوا هل الشخص ده تكررت معاه نفس المواقف دي ولا لا المشكلة ان اعماده في خلال فترة سيارة جدا اتكرر معاه التلات مواقف وفي التلاتة يتم ذكر كلمة اسرائيل في الموضوع وعشان كده اتحطت حواليه الدايرة الحمرة وتم مراقبته وبمنتهى الدقة يعني كان اعماد بيمارس كل تصرفاته وهو مراقب والعين عليه وبدون ما يشعر بأي شيء النقطة التانية واللي اكدت لهم ان في مشكلة او في حاجة غلط مدير الشركة هنا لما بيجي بيبعد عماله عشان يتدربه في اي مكان المفروض ان في حاجة اسمها تقرير امن بيقدمه التقرير الامن ده بيتم تقديمه قبل صفرهم وبيتم تقديمه بعد رجوعهم الناس دي بقى لما سفرت ورجعت التقرير اللي اتكتب كان من ضمن الاسماء اللي موجودين فيها ان هما الناس المسؤولين عن تدريباتهم هناك واحد اسمه عزام عزام فكده عزام اتذكر في الملف بعد كده لما برضو دخل عزام للمرة التانية مع الشريك المصري اللي حصل وتم نقل الشراكة اليه اكتشفوا ان عزام بيتم ذكره تاني داخل مصر لما تيجي حضرتك بقى تجمع كده الصور جانب بعض هيتبقى على يقين وثقة ان في حاجة غلط بتحصل وعشان كده تم رصد الموضوع بالكامل لحد ما تم الكشف عن الشبكة والشيء اليقيني بالنسبة لهم واللي كان سبب في سرعة صدور قرار الافضع لعمد عبد الحميد انهم اكتشفوا انه بيحاول يستخرج فيزا عشان يسافر على اوروبا المرة الاولى وهو بيحاول يستخرج فيزا لاسبانيا وفشلت التانية لرومانيا وفشلت التالتة كان للسفر للمجر لكن المرة دي بقى الفيزا نجحت وعشان كده وقبل ما يسافر تم القبض عليه المهم انه لما تم القبض على عماد عبد الحميد وتم الضغط عليه لحد ما اعترف بكل شيء بالتفاصيل اما عزامه بعد ما تم القبض عليه فاصرع على الانكار لحد اخر لحظة لحد ما حصلت المواجهة ما بينه وما بين عماد عبد الحميد ساعتها بقى اضطر انه يعترف بكل شيء ومع ذلك جئوا قدام المحكمة ورجع وانكر كل الاتهامات مرة تانية بعد ما تم القبض على الاتنين المفروض ان لسه فيه متهمتين تانيين اشتركوا في موضوع تجنيد عماد عبد الحميد والاتنين دول كانوا جوم هنا مصر اللي هي زهرة يوسف جريس والتانية مونة احمد الشوانة فحاولوا انهم يستدرجوهم بكل الطرق عن طريق المكالمات التليفونية وصلت لدرجة انهم سحبوا الرقم الارضي الخاص بعمات في بيته وشغلوا عندهم في جهاز المخابرات عشان المكالمات تتم من داخل جهاز المخابرات على اعتبار او بايهام الطرف التاني ان المكالمات بتتم في بيت عماد في المنوفية يعني زهرة لما تتصل التليفون يرن في المخابرات ميرنش في بيت عماد في المنوفية المهم انه بعد ما تم القبض عليهم والتعييق معاهم واحالتهم للمحاكمة السادة المحامين بالكامل رفضوا انهم يدفعوا عن الجواسيس على الاطلاق وخاصة عن الجسوس الاسرائيلي عزام عزام فبدأت السفارة الاسرائيلية انها تتدخل في الموضوع وطلبوا من الحكومة المصرية انهم يوافقوا بان في محامين اسرائيليين هم اللي ييجوا هنا على مصر ويدفعوا عنهم لكن طبعا ده مخالف للقانون المصري تمام فبدأ المستشار اللي اسمه اسعد الاسعد اللي هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الدروز انه هو يتواصل مع الحكومة المصرية عشان يكلفه اي محامي من هنا من مصر يدافع عن عزام المهم انه مع الضغوط الشديدة فالسيد اسامة الباز نصح اسعد الاسعد باربع محامين وكان من ضمن الاربع دول الاستاذ فريد الديب وفعلا وافق الاستاذ فريد الديب رحمة الله عليه انه يدافع عن عزام عزام وخاصة بعد الرسالة اللي وصلته من السيد الرئيس الجمهورية السيد محمد حسن مبارك رحمة الله عليه واللي كان بيقوله فيها دافع عن عزام وخد راحتك خالص مفيش اي مشكلة عليه والحقيقة ان الاساس فريد الديب دافع عن عزام والدال وحقه وزيادة شويتين كان بيدافع عنه بالضبط وكأنه بطل حرب المهم انه بعد سجال وجدال ومحاكمات ومشاكل كتير جدا صدر الحكم يوم 31 اغسطس سنة 1997 وصدر الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة على عماد عبد الحميد وبالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة على عزام عزام وصدر الحكم غيابي على زهرة يوسف جريس وعلى مونة احمد الشوهنة الاتنين بالحكم المؤبد عزام وعمد عبد الحميد وبعد ما تم الحكم عليهم تم اداعهم بسجن تورا عزام تحديدا تم اداعه في عنبر اسمه وعنبر التجربة وده بيبقى للعناصر شديدة الخطورة او شديدة الاهمية المهم حسب الكلام اللي ورد على لسانه في كتابه اللي كتبه وقلفه ونشره على نفقته الخاصة قال انه بيشعر بشيء من الاسه والخزلان بشأن العملية اللي تم تخطيطها عشان يهربوا من السجن الخطة دي بقى كان مفادها ايه ان مجموعة من القوات الخاصة هيدخلوا على انهم من اهله مع السفير الاسرائيلي اللي بيروح لزيارة باستمرار المهم انهم بعد ما رسموا خطتهم ورصوا الرصة التمام راحوا جايين واخدين الورق وطلعين بيه على رئيس المساد ورئيس الحكومة وبدأوا انهم يعرضوا الموضوع عليه وطلبوا دعم الحكومة في الموضوع ردوا اللي اتنين عليهم قالوا لهم طلعوا الحكومة برا الموضوع ده تماما احنا مش نقصين مشاكل اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه بس بعيد عننا فقوات النخبة دول بقى يعملوا ايه عشان يعرفوا نفزوا خطتهم راحوا جايين واخدينها وطلعين على رجل اعمال اسرائيلي اسمه بلاتو شارون وطلبوا منه انه يدعمهم ماديا عشان يعرفوا نفزوا خطتهم فالرجل لما شاف خطتهم وشاف المصاريف اللي عايزين يصرفوها عليها رد عليهم بالبلد كده قال لهم من شاء الله عنه مطلع هو انتوا عايزين ندفع الفلوس دي كلها على عملية نسبة فشالها 100% عزام كان عنده الامل والعشم انه هيتم الافراج عنه او العافو عنه فاسرع وقت ممكن لكن بدأ يتملكوا اليأس بعد ما كل قرارات الالتماسات او اعادة النظر او طلبات العافو اللي قدمها كلها ترفضت وعشان كده وصلت به الامور لمرحلة من مراحل اليأس من حياته فبدأ يخطط مع نفسه كده انه يتخلص من حياته فبدأ يعمل ايه اي علاج او اي دوب يطلبه مثلا من ادارة السجن او من مستشفى السجن حاجة للصدراء حاجة للمغس او الكلام ده كله فبدأ كل شوية انه يجمع حبوب او برشام يركنوا على جمع لحد ما في مرة من المرات جمع حفنة محترمة كده من البرشام ورح جاي بلعهم كلهم حتة واحدة ولكن سبحان الله العلي العظيم لسه ربنا كاتب له عمر الحد النهاردة بعد ما ترامع الارض فحارس السجن بالصدفة بيبص عليه من نظارة الزنزانة اللي هو الشباك الصغير بتاع باب السجن بص لقاه مرمي على الارض نده على طول على طبيب السجن ورحوا جايين شايلينه مودينه على المستشفى وتم اسعافه واستمر وجوده في السجن لمدة 8 سنوات وشهر واحد لحد يوم 5 ديسمبر سنة 2004 لحد اليوم اللي صدر فيه القرار بصفقة التبادل ما بين عزام عزام وما بين الستة الطلاب المصريين اللي اشاعت اسرائيل انهم ابضوا عليهم اسناء محاولتهم عمل اجرامي لكن الموضوع ده طبعا غير حقيقي على الاطلاق والحقيقة ان الطلبة المصريين دول كانوا موجودين على الحدود المصرية الفلسطينية وتم اختطافهم خطف وبعدها راحوا جايين واخدينهم وودينهم على سجن اسمه سجن اريس وهناك فضلوا محتجزين لمدة 13 يوم كاملين شافوا فيها كل الوان العذاب اللي ممكن تتخيلوا ومع ذلك ولما تمت صفقة التبادل اهالي الطلبة انفسهم هم اللي قالوا عليها صفقة بتمن بخص وقالوا اننا على الرغم من فرحتنا بعودة ولادنا لكن الصفقة دي ما كانتش تنفع تتم بالشكل ده طبعا عزاموا بعد ما تمت الصفقة استقبلوا هناك استقبال الابطال عملوا له احتفالات والتحف بعالم اسرائيل وغنى النشيد الوطني الاسرائيلي واستقبلوه في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيل شخصية وعلى الرغم من كل الصور والفيديوهات والبروباجندا اللي حضرتك شفتها او شاهدتها بنفسك هو بنفسه وعلى لسانه قال ان كل ده مكان الا حرارة اللقاء فقط لغير لانه بعد كده بدأ يعاني من التجاهل بشكل عام وفضل شهور وشهور بيحاول انه يبحث عن فرصة عمل وقدم عشرات الالتمسات عشان اي واحد فيهم يعينه في اي وزارة وفضل على كده لحد ما في الاخر عينوه موظف عادي جدا في شركة بيترول وهو بنفسه اللي قال على لسانه انه تم استغلاله اعلاميا وتجاريا اعلاميا طبعا من خلال الصور او الفيديوهات اللي حضرتك شفتها قبل كده اما تجاريا استغلوه في موضوع انه يضيء شعلت لاستقلال سنة 2005 ومرة تانية استغلوه او تقدر تقول اجروه في برنامج اسمه صراع البقاء وكان الكلام ده سنة 2012 وده طبعا عشان البرنامج يسمع ويتعمل له اسم وصوروا وقتها على انه بطل من ابطال اسرائيل لكن الحقيقة انه كان مجرد شخص للاجار عشان اسم البرنامج يتسمع ويتعرف هناك وكل الاحداث اللي حصلت دي واستمر وجود عماد عبد الحميد جوه السجن يعني التاني خرج وعاش حياته والاتنين التانيين موجودين هناك وعايشين حياتهم وهو بسبب الخطأ اللي اخطأه فضل موجود وخسر من عمره في السجن خمسة وعشرين سنة في نهاية الحلقة حضرتك اكيد لاحظت ان كلمتك عن موقف اخوه اللي هو السيد جلال عبد الحميد وموقف زميله اللي هو السيد احمد الناظر والحقيقة انا تعمت ان اقولك موقف اخوه زي ما تقال في اوراق التحييات بالزبط على الرغم انه كان عارف وشايف كل الاخطاء اللي عملها عماد عبد الحميد وعلى الرغم انه هو بنفسه اللي حاول يمنعه اكتر من مرة ومع ذلك اخوه ما سمعلوش وفي النهاية وفي حكم المحكمة اتهم القضاء بانه قضاء غير منصف ولو كان في القضية تلفيق او ان الابض عليهم كان غير منصف او ان الحكم عليهم غير منصف كان من باب اولى كانوا قابضوا على زميله او صديقه اللي اسمه احمد الناظر وخاصة انه استقبل على تليفون بيته الارضي اكتر من مكالمة جاية من هناك وفي نهاية الحلقة باشكر حضراتكم جدا جدا ليكم الوقتكم وبعتذر جدا جدا للاطالة نعارف ان الحلقة طولت النهاردة ولكن احنا تعودنا مع بعض دايما على التفاصيل وحولت بقدر الامكان ان اشرح لك الصورة بشكل كامل عشان لما تتقال قدامك قضية عزام عزام تبقى عارف بدأت ازاي وخلصت ازاي وفي النهاية باشكر حضراتكم جدا جدا ليكم الوقتكم عاشت الامة العربية وعاش الوطن العرب العظيم وعاشت الشعوب العربية العظيمة عاشت الامة وتحيا مصر والى لقاء السلام عليكم